معي للحديث عن رحلته الإبداعية وخمسين سنة في حب الشاعر والوطن الشاعر الكبير جمال بخيت شاعر الحب والوطن الشاعر الكبير جمال بخيت أخر حبات عنقود شعراء العمية المصرية الكبار رحلة طويلة من الإبداع بين الشاعر والغناء للوطن وللناس وفي حب الحياة مشوار النبوه والشهرة للطالب جمال محمد أحمد بخيت بدأ مبكرا من مدرسة الفصطات الثانوية عندما نشر له الشاعر الكبير فؤاد حداد الأب الروحي لشعراء العمية أول قصيدة يرسلها لمجلة صباح يخير البداية من كليات الأعلام جامعة القاهرة سنة 1979 ومنها إلى العمل مع كبار رواد الصحافة المصرية في مجلة صباح الخير حتى أصبح رئيسا لتحريرها تألق جمال بخيت في كتابة الشعر الغنائي منذ سبعينيات القرن الماضي وصدر له العديد من الدواوين أبرزها شباك النبي على داب الله وأهل المغناء كتب بخيط عشرات الأغاني لكبار المطربين منها أغنيات وألبومات أنا كنت عيدك ولم الشمل لعلي الحجار ونين قال لحبيبي وحسك في الدنيا يا با لأنغان وأغنيات آدم وحنان وأم الضفاير وأتحدى لاياليك كما كتب لشهر رمضان حلقات مسحارات مصر البهية ولحن أغنيات كبار الملحنين منهم حلم بكر وعمر خيرت وفاروق الشرنوبي ومحمد علي سليمان وأحمد الحجار مسحاراتي بحب مريم وحب حنة وعم بطرس صحبي في جنة ربك خلقها ويبل رقها بنيل نجاشي في الأرض ماشي مسحاراتي حصل جمال بخيط على العديد من الجوائز الرفيعة في مصر والخارج وقتم الاحتفاء بمشواره الإبداعي وكرمته الدولة رسميا عن مجمل أعمال في حفل كبير أقامته وزارة ثقافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر